بالتأكيد عايزة اسألك في البداية عن رأيك في بطولة كوبا أمريكا في الوقت الحالي هل هي منافساتها قوية هذا العام أم منافساتها كانت أقل من المتوق أعتقد أن البطولة قوية هناك منتخبات مثل أوروكواي هو منتخب قوي والأرجنتين أيضا كالعادة تبقى أحد المرشحين وتأهلت لدور الثمانية وتبقى تبرهن على أنها أقوى المرشحين ومنتخب البرازيل أيضا في الوقت الحالي أيضا منتخب بنسويلا قدم بطولة رائعة ومنتخب كولومبيا ولهذا أعتقد أنها بطولة قوية وقدمت مباريات رائعة وطيبة للغاية والآن سننتظر ماذا ستصفر عنها نتائج مباراة دور الثمانية المباراة الكبرى بين البرازيل وأوروكواي في دور الثمانية وسننتظر من الفائز أوروكواي زارت بشكل قوي جدا فوق العادة في هذه البطولة أوروكواي في هذه البطولة منتخب أرغوائي يمتلك لعبين متميزين يلعبون في أفضل الدوريات الأوروبية وكما أن لديهم مدرب متمرس يعرف كيف يخرج أفضل ما لدى اللاعبين وكيف ينقل أفكاره بشكل واضح نحن نتحدث عن مارسيلو بيلسا مدرب متمرس للغاية في الكرة اللاتينية يضغط بشكل كبير يتناقل الكرة داخل الملعب بسلاسة ولهذا هي أسباب بسيطة بالنسبة لي